حلقة جديدة مشاهدين الكرام من برنامج النهار تريندينج نرصد لكم آخر القصص وآخر الأخبار نستهلها مشاهدين اليوم بالحدث الذي يبهجنا نحن أولاً وأيضاً يبهج كل متتبعي قناة النهار البداية مشاهدين بالنهار في الصدارة إذن إذ أعلن موقع أليكسا الإلكترونية المتخصص في رصدي ومتابعة المواقع الإلكترونية من حيث نسبة المشاهدة والأكثر تصفحاً أعلن هذا الموقع عن تصدر موقع النهار أولاين للمواقع الإخبارية الأكثر طبعاً رواجاً والأكثر تصفحاً ومتابعة وذات الموقع أيضاً النهار أولاين الذي تصدر المركز السابع بحسب الترتيب من الترتيب العام للمواقع الأكثر تتبعاً وتصفحاً في الجزائر الأمر ليس غريباً مشاهدين نظراً للمجهودات الجبر التي يقوم بها الزملاء في الموقع وحتى أيضاً القناة ككل إذن مشاهدين هذا الخبر لم يمر مرور الكرام طبعاً منصات الإخبارية وأيضاً المواقع الإخبارية في الجزائر تناولت هذا الموضوع نتحدث عن الجانب الإلكتروني طبعاً دعونا نتابع مشاهدين أيضاً هذا هو موقع أليكسا هذا هو الترتيب حسب الترتيب العام فإن موقع النهار أولاين جاء في المرتبة السابعة بعد كل من عديد من المواقع طبعاً التي أخذت الصدارة طبعاً في الترتيب لكن في الجزائر وبنسبة للمواقع الإخبارية مشاهدي لا فقد حل موقع كما قلت النهار أولاين المرتبة الأولى دعونا نتابع مشاهدين أبرز الأصداء التي طبعاً انتشر الخبر في المنصات التواصل وتنوات العديد من المواقع مشاهدين الكرام هذا موقع الحراكة الإخبارية صورة للنهار أولاين وجاء في هذا الموقع سجل موقع النهار أرقاماً محترمة جداً هذا الشهر في تصنيف أليكسا العالمي حيث تربع على عرش المواقع الإخبارية في الجزائر بـ 15.8 مليون مشاهدة في الشهر و223 ألف مشاهدة في اليوم ننتقل آخر أيضاً مشاهدين إلى 7DZ موقع إلكتروني 7DZ يقول حسب موقع أليكسا النهار أولاين الأكثر متابعة بين جميع القنوات والصحف الجزائرية نذهب إلى قلب هذا الموضوع حسب موقع أليكسا النهار أولاين الأكثر متابعة بين جميع القنوات والصحف الجزائرية وقال موقع 7DZ رغم الأزمة التي تمر بها المؤسسة طبعاً نعم وتوقف جريدتها عن الصدور بسبب الأزمة المالية التي تعيشها مجمع المؤسسة إلا أن القناة تفوقت على جميع القنوات الجزائرية العمومية والخاصة في ترتيب المواقع الإلكترونية الأكثر زيارة نأخذ مشاهدين موقع ميديا موقع ميديا ديزيد أيضاً تمكن موقع أو عنوان النهار أولاين الأولى وطنياً من حيث عدد زيارات تمكن موقع النهار أولاين وبحسب بما أظهرته نتائجة مختص في أليكسا الإحصاء الذي أطلقها موقع تصنيف المواقع الإلكترونية عبر العالم من احتلال المرتبة الأولى وطنياً من حيث المواقع الإلكترونية الأكثر زيارة نتابع أيضاً مشاهدين ونختم بموقع إكسبرس ديزيد وأيضاً تحدث هذا الموقع نطق بلغة فرنسية تحدث عن صدارة موقع النهار أولاين من حيث عدد الزيارات والتصفح والمتابع من قبل مشاهدين الأوفياء طبعاً مشاهدين الأوفياء نجاحنا ونجاح موقعنا والقناة مرهون أيضاً بمدى وفائكم لنا لتبقى نهار القناة الإخبارية الأولى في الجزائر شكراً لكل الصحفيين في هذا المجمع وشكراً لأسادة المشاهدين لأننا طبعاً في نهاية المطاف أنتم رأس مالنا شكراً جميلاً وشكراً جزيلاً وشكراً كبيراً لكل متابعين الأوفياء دعونا مشاهدين الآن ننتقل كما العادة عودناكم في هذا البرنامج أن نرسل لكم القصص فكما هذا الخبر يفرحنا خبر آخر يحزننا مشاهدين علاقة انتشاراً كبيراً لموقع التواصل الاجتماعي الجريمة البشعة الجريمة البشعة إذن مشاهدين لقي شاب عشريني الذي يظهر في الصورة طبعاً صباح اليوم الأربعاء مصرعه بطعنات خنجرين أمام المركز التجاري حمزة في بلدية بجرع بالجزائر العاصمة طبعاً حسب المعلومات المتوفرة فإن الشاب دخل في مناوشات يبلغ من عبر خمسة عشرين سنة يسكن أو يقتن في حيلة غلاسيار دخل في مناوشات مع شاب آخر وهذا الشاب ترصده اليوم الأربعاء دخل معه في مناوشات أمس لثلاثاء وترصده اليوم الأربعاء وقام بقتله هذه صورة أخرى لهذا الشاب مشاهدين نأخذ أبرز التعليقات في الختام خالد يقول لن يتوقف مسلسل القتل إلا إذا طبق القصص نأخذ تعليق آخر مشاهدين على الدين يقول البارك يهضر على المافيا الشوارع والقوانين الردعية وها هو الرد اليوم هذا ما ينفع معهم لا ترغيب ولا ترهيب ما ينفع إلا حكم الله القصص القاتل يقتل والسارق تقطع يده ربي يرحمه يوسع عليه إسلام حلوات استدلة بآية من سورة الإسراء بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فليسرف القتل إنه كان منصورا مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى طي هذه الحلقة المزيد خلال حلقاتنا القادمة سيبقوا معنا إلى ذلك الحين السلام عليكم اشتركوا في القناة